انقلبت الإمارات على الشرعية سيطرت الأذرع العسكرية التابعة لها على العاصمة المؤقتة وضربت القوات الحكومية على أعتابها وقبل ذلك منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن وشكلت قوات وأحزمة أمنية تابعة لها امتدت سيطرتها على عدن وشبو وأبيان وحتى الساحل الغربي كل تلك الأعمال لم تجد لها من توصيف في الخطاب الرسمي للحكومة الشرعية بسوى الانحرافات عن أهداف التحالف انحرافا صريحا عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ونحن نقدر عاليا ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الإمارات ركاكة الموقف الرسمي جعل الإمارات تتمادى في السيطرة وفي الخطاب حتى وصفت قوات الجيش الذين استهدفتهم في نقطة العلم بالإرهابيين أمام أنظار العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدة أنها ستمضي على ذات المنوال في حال حصول أي تحرك قادم لقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية أود التأكيد على حق دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي إذ بدأت التنظيمات الإرهابية في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة الحديث عن الإمارات في إطار الانحراف عن هدف دعم الشرعية أضحى بنظر الكثيرين نوعا من الاستخفاف بمشاعر اليمنيين وشكلا من أشكال القنوع والتسليم لمشاريع التمزيق التي تستهدف اليمن